تعزيز الواقع الاقتصادي والبحث عن موارد اضافية تدعم واقع صلاح الدين في ظل ما تشهده الموازنة الاتحادية من مأزق نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية كانت محور حديث المحافظة دكتور مهندس عمار جبر خليل في اجتماع مجلس المحافظين هذا الملف نتابعه مع تقرير الزميل احمد صلاح الدين تأتي اهمية تنمية الموارد الطبيعية من خلال سعي المجتمعات الى زيادة قدرتها الاقتصادية للاستفادة من الثروات المتاحة في بيئتها وفي العديد من القطاعات العامة التي تسعى الى زيادة كفاءتها وقدرتها على التأقلم مع الظروف الاقتصادية المؤثرة في قطاع الاقتصاد سواء الكل ام الجزئي والتي تهتم بتحقيق الاهداف التنموية المعتمدة على وجود استراتيجيات عمل مناسبة تهدف للوصول الى معدل النمو الاقتصادي المطلوب على صعيد محافظة صلاح الدين طرح محافظها الدكتور المهندس عمار جبر خليل جملة من الاستراتيجيات التي ترتكز على القطاعات الاقتصادية والامنية والتنظيمية لما لها من دور بارز بتعظيم الموارد والتعامل الذاتي مع التحديات الاقتصادية التي تفرضها اليوم بسبب انخفاض اسعار النفط من جهة ومتطلبات الوقاية من جائحة كورونا من جهة اخرى من خلال اجتماعا موسعا في مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي طالب فيه بوجوب منح المحافظة حق التصرف بمواردها لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتمكينها من النهوض بالواقع الاقتصادي ومواصلة عملية الاعمار خصوصا بعد طي صفحة الارهاب واعطاء اهمية كبيرة لابناء المحافظة ممن قدموا تضحيات جسام في مقارعة الارهاب عبر تحسين اوضاعهم الانسانية والمعيشية رئيس الوزراء من جانبه وعد بالتعامل الايجابي مع مقترحات محافظ صلاح الدين بوصفها خارطة طريق يمكن تطبيقها حسب خصوصية كل محافظة لتسريع الحلول ومنح مرونة ادارية ضمن دستورية لا مركزية لتأمين حياة افضل للمواطنين وتعزيز ثوابث الاستقرار الامني والسلم الاهلي التي تعيشها المحافظة اليوم من خلال التكاتف الموحد بين ابناء صلاح الدين والجهات الامنية والصحية